نضمت جامعة تونتا قافلة طبية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى قرية كوم النجار بمركز باسيون بمحافظة الغربية وذلك لتوقيع الكشف وصرف العلاق بالمجان الأسر المستحقة وأيضا تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى الجامعة من ناجهته قال رئيس الجامعة أن تلك القوافل تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفيل المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا وبالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء هذا وقد شهدت القافلة إقبالا كبيرا من الأهالي حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف علاج بالمجان لألف ومائتين وأربعة وتسعين مواطنا من أهالي القرية وتحويل 76 حالة لاستكمال العلاج بالمجان بمستشفيات الجامعة وذلك في عدة تخصصات فضلا عن توزيع 100 كرتونة مواد غذائية على الأهالي